موسيقى العثور على مخزن حوثي للأسلحة في سعدة ارتفاع عدد ضحايا تسونامي باندونيسيا لأول مرة في المنطقة روبوت يدير مستشفى في دبي اهلا بكم مشاهدين في سوديو الان الذي يأتيكم مباشرة من سوديوهاتنا في دبي ونبدأ اخبارنا من اليمن حيث عثرت قوة الجيش اليمني على مخزن اسلحة انشأتها الميليشيات الحوثية وسط الاحياء السكنية بمركز مديرية باقم شمال غرب محافظة سعدة وفقا لوكالة الانباء اليمنية الرسمية وقال مصدر في الجيش اليمني ان الخنادق تم العثور عليها على عمق يصل الى اكثر من 30 مترا تحت الارض طلبت قوات سوريا الديمقراطية فرنسا بفرض منطقة حظر جوي شمال سوريا وتقديم دعم سياسي وابقاء القوات الفرنسية في المنطقة الى ان يتم التوصل الى حل سياسي يأتي ذلك بعد عقد وفد من مجلس سوريا الديمقراطية لقاءات مع مسؤولين فرنسيين الوقوف على تبعات القرار الامريكي بالانسحاب من شمال سوريا في لبنان تجمع متظاهرون في ساحة الشهداء احتجاجا على الواقع السياسي والاوضاع المعيشية بعدما تمت الدعوة الى المسيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المنظمون اعلنوا انهم لا يقلدون التظاهرات التي تحصل في فرنسا فلانهم يطالبون الدولة اللبنانية بان تحذو حذو الدولة الفرنسية في رفع اجور العمال والموظفين وخفض الضرائب وغيرها من الامور التي تحفظ للمواطن كرامته في وطنه فذلك بحسب الوكالة الوطنية للإعلام نقي 14 ارهابيا مصرعهم في مواجهات مع قوات الامن المصرية بالعريش شمال سيناء وقالت مصادر امنية ان قطاع الامن الوطني تمكن من رصد بؤرة ارهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الارهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال الجيش والشرطة في احدى المناطق النائية بمدينة العريش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واختار النيابة للتحقيق انتقلت الاحتجاجات على رفع اسعار الخبز الى وسط السودان بينما ساد الهدوء شوارع العاصمة الخرطوم في خامس ايام الاحتجاجات وذلك بحسب ما افادت وكالة فرانس بريس ويذكر ان حركة الاحتجاج على غلاء المعيشة ورفع اسعار الخبز في السودان كانت قد امتدت الى مدن عدة حول البلاد ارتفع عدد ضحايا تسونامي في اندونيسيا الى مئتين واثنين وعشرين شخصا ومئات جرحة وذلك بحسب حصيلة جديدة اعلنتها السلطات اليوم ووقع تسونامي بعد انفجار بركاني في اندونيسيا وتسبب بامواج مد عاطية ضربت مناطق حول مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوة واسو مطرع في ذات السياق اشتحى الاعصار تسونامي في اندونيسيا حفلا موسيقيا على احدى الشواطئ والتقطت الكاميرات المياه وهي تبتلع الاشخاص والتجهيزات الموسيقية واختفى افراد عدة من فرقة موسيقى البوب في الحادثة التي وقعت على شاطئ منتجع اندونيسي خرج متظاهروا سطرات السفر للاحتجاج مجددا في شوارع العاصمة الفرنسية باريس امس وذلك بالرغم من اصلاحات الحكومة الاقتصادية مطالبين برفع الحد الادنى للاجور والغاء الرسوم على الطبق المتوسط وعلى غرار العادة لم يبقى اصحاب سطرات السفر في مكان واحد هذه المرة بل جابوا الشوارع الفرنسية في مظاهرات عرفت عنفا اقل من الاسابيع السابقة نريد ان تستمع الحكومة الى انشغالاتنا وان تقوم بتحقيق مطالبنا هذا امر مهم بالنسبة لنا حتى نشارك ايضا في القرار السياسي نحن على مشارف الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة ورغم ظروف الصعبة والعنف الا اننا لن نتراجع عن التظاهر ومستمرون في احتجاجاتنا لغاية تراجع الحكومة لمن لم يفهم بعد اهمية خروجنا في هذه الاحتجاجات التظاهر اصبح ضرورة قصوى وعلى الحكومة ان تستمع الينا بدل ان ترسل لنا الشرطة التي تتصدى لنا بقنابل الغاز المسيل للدموع اعطينا موعد تجمع سطرات السفر بقصر فيرساي وكان هذا مجرد خطة تمويه وها نحن الان نجوب الشوارع الباريسية للمطالبة مجددا بحقوقنا والاصلاحات الاقتصادية نريد اصلاحات اقتصادية جذرية ورفع الحد الادن للاجور والغاء الرسوم المرتفعة لاننا تعبنا من تدني مستوى المعيشة فقراتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل بريطانيا تحذر من تفخيخ القاعدة لطائرات درونز اهلا بكم معنا من جديد حذرت بريطانيا من هجمات قد تستهدف مطارات وطائرات ركاب مدنية يعد لها تنظيم القاعدة جاء ذلك بعد اعلان وزير الامن البريطاني بين واليس في تصريحات ان القاعدة تحاول استئناف نشاطها وتدرس شن هجمات واسعة النطاق تستهدف مطارات دول غربية وطائرات ركاب وتأتي تلك التحذيرات بالتزام مع بلبلة عاشها مطار جاتويك على مدى اليومين المنصرمين ادى الى تأخير العديد من الطائرات بعد ان تم رصد طائرات مسيرة في ثاني اكثر مطارات لندن ازدحاما وللحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا من مدينة بون الالمانية وعبر سكايب السيد جاسم محمد رئيس المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب شكرا لك على تلبية الدعوة سيد جاسم حاليا هناك خوف وقلق من هذا النوع الحديث من العمليات الارهابية وبالاحرى الاساليب التي قد تستعملها الجماعات الارهابية هل الطائرات المسيرة الآن يمكن الحديث ويمكن القول انها النوع الجديد او ترهيب التهديد الارهابي الجديد ممكن استخدام الطائرات المسيرة واجد ان التنظيمات المتطرفة مضمون تنظيم داعش استخدم هذه التقنية في حروب حتى الميدانية في جمع المعلومات والاستطلاع فلا استبعد ان هذه العمليات تقوم ليس فقط بالتشويش على حركة الطائرات وهذا يعتبر طريقة او منحة جديد تستخدمه ربما ان كانت تحت فرضية الارهاب في استنزاف قدرات اجهزة الامن والاستخبارات والحق اكيد الضرر والاستنزاف الاقتصادي الى دول اربع على سبيل المثال هو منحة ممكن استخدامة واجد ان هذه التنظيم داعش وكذلك التنظيم القاعدة بين فترة واخرى تغير من اساليب عملها في سبيل الافلات او التخلص من الرصد والمراقبة من قبل اجهزة الاستخبارات نعم ولكن هل يمكن تفسير الخوف والقلق يعني السائد يعود ذلك لسهولة وصول الجماعات الارهابية لهذه الطائرات المسيرة لهذه النوعية من الوسائل خصوصا ان اي شخص حول العالم يمكن له الحصول على هذا النوع من الاجهزة ويمكن ان يسعملها في غايات ارهابية هي متاحة وتستخدم لاغراض تقنية التصوير وكذلك لاغراض التجارية وربما هنالك هوات ايضا يستخدمها لكن لا يمكن منعها من قبل اجهزة الامن ولكن ممكن ان تضع علامات استفهام من الجماعات التي ربما تشتري هذا النوع من الطائرات وسبقا ان ظهرت هذا النوع من الطائرات في دول اخرى ليس في بريطانيا ايضا كذلك في فرنسا بالتزابن مع التهديدات التي شاهدتها او تحت فرضية الارهاب في بريطانيا كان هناك ايضا اكتشاف خلية يوم 21 من هذا الشهر هذه الخلية كانت ايضا تقوم باستطلاع مطار شتوتكارت الالباني وكذلك استطلاع احد المطارات الفرنسية مما يؤكد فرضية اهتمام هذه الجماعات بالتقرب من المطارات باعتباره ربما هدف جديد الى هذه الجماعات المتطرفة لكن سيد جسم انت قلت ان الاجهزة الامن لا يمكنها التصدي لهذه النوعية من الوسائل هل يعني ذلك ان التشريعات الحالية والقوانين والاسليب المعتمدة حاليا هي غير فاعلة نعم كون انه لا توجد حضر على بيع او شراء هذه الطائرات واستخدامها وكذلك نلاحظ انه كانت هناك انتقادات لبريطانيا بان القانون الحالي يسمح مجرد كيلومتر او كيلومترين من المطارات لكن هناك مطالب على اقل تكون خمسة كيلومتر بعيدة وهو مشروع قرار لحد الان لم يحصل الموافقة عليها فاذا التشريعات في محاربة الاغراب والتطرف والوسائل المستخدمة ربما الاغراب والزوجة هي صعبة جدا نعم ولكن هل يمكن ان اصل الى يوم مثلا تمنع فيه تماما هذه الطائرات المستيرة؟ ربما استبعد ذلك كون ان هناك تقنية التصوير في الاخراج في الانتاج تستخدم هذه الطائرات ولكن تجزر الاشارة كذلك لان شركات تسليح حول العالم اصبحت تركز على الطائرات المستيرة وجميع تركيزها اصبح الان على تصنيع اسلحة تعتمد اساسا على الطائرات المستيرة كأن نشهد ان هذا مستقبل التسليح ومستقبل الحروب في العالم طائرات درون او عمليات درون هي من التوجه بالنسبة الى التسلح واصبحت اغالبية الدول انه تحاول ان تنفذ عمليات درون حتى الاستخبارات العراقية التي يعني ضمن امكانيات متواضعة بدأت تستخدم عمليات درون في تعقب جماعات المتطرفة خاصة في المناطق ذات الجغرافية الصعبة صحراوية او جبلية فاذا هو منحة ممكن ان تستخدمه الدول في تتبع ورصد ومتابعة الجماعات المتطرفة اكيد نعم الان اعود الى ربما الى اجابتك على السؤال الثاني اذا كان الامر يعني مستحيلا فيما يخص منع هذا النوع من الوسائل فربما يتتم المكافحة عن طريق استعمال طائرات المسيرة نفسها فيتتم هناك سيصبح الامر على شكلة حرب نجوم يعني طائرات مسيرة ضد طائرات مسيرة اخرى ويصبح تصبح الحرب في الجو للأسف بنيا لا توجد عنده هذه المعلومة لكن كان هناك تجربة بيدانية الى اجهزة الاستخبارات في متابعة او اسقاط او رصد طائرات تنظيم داعش في الموصل كانت هناك عملية استياد الى الطائرات المسيرة من قبل اجهزة الاستخبارات الى طائرات تنظيم داعش فممكن ان تكون في اي عملية هناك تجسس وتجسس مضاد وهناك هجوم وهناك ايضا احتوال الهجوم فأكيد يجب ان تكون هناك مواجهة لهذه الطائرات المسيرة نعم كما تعلم سيد جاسم يعني الجماعة الارهابية حتى عندما لا تصيب في اهدافها ولا تنجح في الوصول الى الهدف الذي اردته منذ البداية تنجح على الاقل في خلق حالة من الخوف والقلق وعن طريقة طائرات المسيرة هي تتزرع حالة من القلق والاتراب ومثل ما حدث في مطار جاتويك الاخير يعني طائرات مسيرة بامكانها ان تخلق حالة بلبلة يعني الحرب النفسية قد يمكن ان نجح فيها التنظيمات الارهابية الضغط الجماعات الارهابية هي تحاول استنزاف قدرات الامن واجهزة الاستخبارات وكذلك اقتصاديات هذا الدول وهذا نوع من الاسلوب يذكرنا في عمليات 2010 الى الطرود المفخخة وكذلك الى الطابعات المفخخة التي استخدمتها تنظيم القاعدة في اليمن ابراهيم الحسيري عبر مطارات عربية وكذلك كانت تسادف دول اوروبية وغربية الهدف منه هو ليس الحق الادى بقدر ما هو استزاق القدرات الامنية والاستخباراتية الى هذه الدول فهذا اتفق مع حضرتك انه هو ممكن ان يخلق البلبلة والفوضى وهذا ما حدث في مطار جاتويك تأخر الطائرات والرحلات بالتكهيث هذا الحق ضرر كبير عند الشركات وكذلك هناك قلق وهاجز خوف عند المواطنين في المطارات نعم نشكرك جزيل الشكر سيد جاسم على مشاركتك معنا في سوديو الان كان معنا من مدينة بونا الالمانية السيد جاسم محمد رئيس المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب تقرير لصحيفة واشنطن بوست ذكر ان اكثر من مليون شخص تتراوح اعمارهم بين عشرين وتسعة وسبعين عاما من اقلية الايغور تم اعتقالهم في معسكرات عمل قصرية في اقليم شينجيانك في الصين واجبر المعتقلون في المعسكرات على تحدث بلغة المندرين الصينية ما يعد اعتداءا منهجيا على اللغة والثقافة العامة للأقلية هذه اللافتة مختلف من مختلف انواع من الايغوريين الان هم الان في السجن يعني فهنا موجود من انواع مثلا هو هذا كان مدير مدير الجامعة في بلدنا مثلا هذا الشخص وهذا الشيخ يعني هو مترجم للقرآن الكريم عندنا في بلدنا يعني هو الان استوشيلا في السجن يعني هذا الشيخ هنا موجود فنانين وهذا شخص مشهور يعني عندنا هو فنان كبير مغني يعني كبير وهذا مثلا شخص هو رياضي في يلعب فوتبول يعني يعني فنانين علماء ممثلين كتاب يعني كلهم الان هؤلاء في السجن فلذلك نحن جمعنا بعض الصور حتى الناس يروا بيانفسي مثلا هادا السورة تحت يعني هؤلاء الآن كلهم في الكامب يعني في مخيمات التجميع هنا كم يجمعون الآن أكثر من ثلاث مليون شخص الآن ليس عندهم زد إلا أنهم ويغور يعني تعد اندونيسيا من أكثر الدول التي تعاني باستمرار من الكوارث الطبيعية سواء موجة مد عاطية تسونامي أو زلازل قوية ويخلف خسائر عديدة في الأرواح ودمارا هائلا في مناطق عدة هذا التقرير يستعرض تسلسلا زمنيا لأبرز الهزات الأرضية التي حدثت في الجزر الاندونيسية الهزات الأرضية في اندونيسيا تحدث بسبب طبيعتها الجغرافية حيث أنها أرخبيل يتألف من 17 ألف جزيرة وجزيرة وتقع على حزام النار في المحيط الهاد ويؤدي احتكاك الصفائح التكتونية إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير وتعرضت اندونيسيا للعديد من الزلازل في السنوات الماضية خلفت قتلى ودمارا في مناطق عدة أهمها العام 2004 زلزال هائل بقوة 19.1 على مقياس ريختر يضرب الساحل الغربي لإقليم أتشيه الاندونيسي في 16 ديسمبر ويؤدي إلى موجات تسونامي في 14 دولة ومقتل 226 ألف شخص 2005 سلسلة من الزلازل القوية على الساحل الغربي لجزيرة سومترا أواخر شهر مارس ومقتل المئات في جزيرة نياس قبل تساحل سومترا 2006 زلزال بقوة 16.8 على مقياس ريختر يضرب جنوب جزيرة جاوة أكبر الجزر الاندونيسية من حيث الكثافة السكانية ويسفر عن تسونامي بالساحل الجنوبي ووفاة 700 شخص وفي العام 2009 زلزال قوته 17.6 قرب مدينة بدانج عاصمة إقليم سومترا الغربية ومقتل 1100 شخص 2010 زلزال قوته 17.5 على مقياس ريختر قبالة سومترا يسبب أمواج مد عاتية ارتفعها 10 أمتار ويؤدي إلى تدمير عشرات القرى ووفاة 300 شخص 2016 زلزال بمنطقة بيدي جايا يسفر عن وفاة 100 شخص وفي العام 2018 هزات شديدة على جزيرة لومبوك سياحية تودي بحيات أكثر من 500 شخص أغلبهم على الجانب الشمالي من الجزيرة وفي العام نفسه قتل أكثر من ألفي شخص بسبب تسونامي بمدينة بالو على السحل الغربي لجزيرة سلويسي وبنهاية هذا العام ضربت موجات تسونامي مضيق سند الواقع بين جزر جاوة وسومترا ما تسبب بمقتل 222 شخصا وإصابة المئات حتى اليوم سجد الآن متواصل وفيه بعض الفاصل علاقة الكسل والخمول بالجينات الوراثية أهلا من جديد كشفت دراسة حديثة مسؤوليات جينات عن الشعور بالكسل وعدم الرغبة في النهوض من الفراش باكرا وأرجعت الدراسة أسباب ذلك الشعور إلى سبع جينات تكون مسؤولة عن ميل الأشخاص إلى الخمول وعدم ممارسة أي نشاط بشري دائما ما يتم الربط بين الخمول والكسل بعادات يميل إليها الشخص الكسول دون أن يكون للمورثات علاقة بالشعور بعدم الرغبة في ممارسة أي نشاط أو النهوض من الفراش باكرا إلا أن دراسة حديثة نسفت هذا المفهوم لتبرئ معها الشخص الكسول من مسؤولية ميله إلى الخمول الدراسة التي أجراها علماء من جامعة أكسفورد البريطانية أكدت أن الكسل ينبع من صفات متوارثة وليست مكتسبة عبر سبع جينات تكون مسؤولة عن الكسل والخمول في النشاط البشري واعتمدت الدراسة على بحث أجري على نحو 91.105 أشخاص عبر تحليل بياناتهم مؤكدة أن نتائج برهنت على أن الكسل والخمول ينحصر في الواقع بعلم الوراثة وارتد الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة جهاز مراقبة في معصمهم لمدة أسبوع بهدف قياس مستويات النشاط لديهم ليتبين أن 14 جينا نصفهم غير معروف كان له صلة بالنشاط والحيوية وربط الباحثون بين هذه الجينات المكتشفة حديثا ومستويات النشاط لدى الشعب البريطاني بعد مقارنات أجريت على الحمض النووي ويرى باحثون أن الدراسة الحديثة على الرغم من أهميتها في تحديد الجينات المسؤولة عن الكسل إلا أن العادات المكتسبة والوعي لدى الأشخاص يساهم بشكل فعال في تقليل الشعور بالخمول وأوضحات الدكتورة التي قادت هذه الدراسة بأن كيفية وأسباب أنشطتنا لا يتعلق بالجينات مستدركة بأن فهم العمل الذي تلعبه الجينات سيساعد في تحسين فهم أسباب ونتائج عدم الرغبة في ممارسة أي نشاط بشري رياضة الآن مع الزميلة لوتس الزغبي مشاهدين أهلا بكم لآخر أخبار الرياضة سنبدأ أخبارنا اليوم مع يورغون كلوبيا المرة أخرى كشف عن لعبه المفضل ولكن هذه المرة بطريقة لا تخلو من الإهانة لنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فقد نقلت صحيفة داسان عن المدرب الألماني عندما سئل مؤخرا عن نجمه المفضل بين الثنائي المذهل ماسي ورونالدو أجاب لدي صورة شخصية واحدة على هاتفي وهي تجمعني مع ماسي وتابع عندما التقطوا تلك الصورة كان كريستيانو موجود معنا في نفس المكان أيضا ومع ذلك فإن يورغون كلوب لا يرى أن لاعبا منهما هو الأفضل دائما مشيرا بأن نجمه المفضل على الإطلاق هو الأسطورة البرازيلية بيلي وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلوب كان قد سوت لصالح ماسي في جائزة الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم رغم أن نجم برشلونا لم يصل إلى القائمة المختصرة خبرنا الثاني لليوم عن ريال مدريد الذي لم يسلم قائده سيرجيو راموس من صافرات الاستهجان التي صدرت من كل أرجاء ملعب مدينة زايد الرياضية في كل مرة وصلت الكرة له خلال نهاي كأس العالم للأندية أمام العين الإماراتي ويبدو أن الجماهير العربية لم تنسى الجرم القديم لراموس والإصابة التي تسبب بها لمحمد صلاح بنهاي دور أبطال أوروبا عندما أسقطه أرضا وتسبب له بتمزق في الكتف ومن ناحيته لم يتوانى قائد الملكي عن إسكات الجماهير في الملعب ووضع راموس إصبعه على فمه وتوجه للجماهير التي أشار لها بالسكوت عن تسجيله للهدف الثالث للفريق في الدقيقة 78 من المبارا ورح نبقى مع ريال مدريد حيث دخل نجماء ريال لوكاس فاسكس ولوكاس ولوكا موديرتش بعد المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بخلاف طويل حسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية حيث نشبت حرب كلامية غريبة بينهما وكانا يشيران على بعضهما البعض بأصابع اليد وأوضحت الصحيفة بأن سبب التوتر بين اللاعبين لا يزال غامض مؤكدة بالوقت نفسه على أن لعبي ريال مدريد حاولوا تهديئة الأجواء اللي سادت النقاش بين موديرتش وفاسكس من جانب آخر مجرد انتهاء التقاط الصورة الرسمية مع كأس البطولة انتقل الثلاثي إيسكو ونافاس وكاسيا إلى غرفة الملابس مباشرة ولم يكملوا الاحتفالات بحسب ما ذكرت الصحيفة نحن وصلنا معكم لنهاية فقرتنا بشكركم للمتابعة نجح مسبار إنسايت في تثبيت جهاز لقياس شدة الزلازل على سطح الكوكب الأحمر المريخ وحصل على معلومات أولية عن بنية باطنه ويقول بروس برانت المشرف على مهمة المسبار لم تكن أهمية تثبيت هذا الجهاز أقل من وصول المسبار إلى الكوكب وهبوطه على سطحه لأنه أهم آلة للمسبار لنسبة 75% من المهام العلمية ترتبط به أكد علماء الآثار أن أواني فولكتون التي عثر عليها في قبر رضيع وحيرت الخبراء لأكثر من مئة عام في بريطانيا استخدمت للقياس وبناء أحجار ستونهانج في سهل ساليس بيري جنوب غربي إنجلترا إذ يعود تاريخ أواني فولكتون الفريدة من نوعها لأربعة ألاف عام حيث عثر عليها في قبر رضيع عام 1889 يعود إلى ما بين 2600 و2000 قبل الميلاد تستعد إمارة دبي للبدء في تنفيذ أول مستشفى في الخليج وشرق الأوسط يدار بواسطة روبوت وأعلنت إدارة المستشفى أن هيئة الصحة في دبي سجلت المستشفى ومنحتها الموافقات المبدئية لنبدء في تنفيذ ذلك المشروع تمهيدا للإفتتاح بحلول العام المقبل ومازلنا مع الروبوتات ومن دبي إلى السعودية الآن حيث تسلم روبوت آلي وظيفته الحكومية في السعودية وذلك في المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني حيث تم تسلمه بطاقته الوظيفية ومهامه المطلوبة وحضر أول اجتماع الذي عقد صباح اليوم بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد وأعضاء مجلس الإدارة وسيسهم الروبوت في خدمة العملاء عبر جهاز تقييم إلكتروني وإيصال رسائل لزوار مغارد وأنشطة المؤسسة العامة بالتدريب التقني والمهني في تايلند اختتم أربعون متطوعا حملتهم في توعية السكان على ضرورة حماية نهر تشاو برايا بهذه الحملة التي دمت أربعة عشر يوما استخدم النشطون قوارب كاياك وأخذوا يجمعون النفايات المتراكمة على طول مجرى النهر وقام المشاركون بالتجديد في مسافة أربعمائة كيلومتر أظهر فيديو مصور لفنان الجاز الجنوب أفريقي موسى منزيني وهو يعزف على الجتار أثناء خضوعه لعملية جراحية استمرت ست ساعات لاستئصال ورم في المخ واخترى الأطباء أن يظل منزيني يقظا لتقييم أي المناطق في دماغه تعمل أثناء إجراء الجراحة مما يساعد على الحد من خطر إصابته بأي أضرار عصبية نصل بهذا مشاهدين إلى ختام سوديو الآن ولكن للمزيد يمكنكم متابعة أكثر تفاصيل حول أخبارنا على موقعنا الإلكتروني وتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر على نفس الموقع تشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة